النقطة التانية وليه علاقة بقى بموضوع مبارح كنا اتكلمنا فيه مع الكابتن ناصر عباس المحاضر الدولي والخبير التحكيمي واتكلمنا على فكرة تعيين بيريرا لمحمد الحنفي في مباراة بيرامدز والمقاولين العرب والكلام ده كان قبل معادل المباراة بحوالي ساعتين يعني ما كناش نعرف مين هيكسب ومين هيخسر كنا بنتكلم في قانونية هذه المباراة لان الاجراءات اللي تمت في تعيين محمد الحنفي كانت اجراءات باطلة وبريرا طلع بعد الحلقة رد في احدى المواقع وقال لا اصلا انا عملت اختبار بدني اس دابل اس وانا عشرح لكم الكلام اللي اتقال ده دلوقتي وبالتالي ده كان كافي ان يكون الحنفي مرشح ويكون تعيينه قانوني واجتاز اختبار اللي يقع البدنية طبعا الكلام بتقال ده كله كلام غير صحيح اولا انا ما عنديش مشكلة مع الكابتن محمد الحنفي بالعكس انا كنت حزين جدا ان الرجل ده سنة كاملة ما بيحكمش محمد الحنفي ما بيحكمش مطشط في الدوري بقالها سنة بقاله سنة قاعد في البيت ما بيحكمش وبريرا نفسه عمل اختبار بدني لكابتن محمد الحنفي بداية المسلم ولم يوفق والاختبار الثاني حصلت فيه مشكلة بشهادة محمد الحنفي نفسه وكاتب ده على صفحته وبريرا رفض ان الحنفي يستكمل الاختبار ولم يوفق في هذا الاختبار فبالتالي عمل اختبارين طبقا لللايحة اللي عملها بريرة ما ينفعش يكون فيه اختبار ثالث طبقا لللايحة اللي عملها بريرة ما ينفعش يكون فيه اختبار ثالث ده اللي عمل اختبار اللي يقع بدنية أصلا اللي هو اسم بتاعه طبقا لما هو بيقوله الاتحاد الدولي الوارنر تيست اللي هو كان اسمه زمان كوبر اختبار كوبر تيست الاختبار اللي يقع البدنية فبالتالي طبقا لللايحة اللي عملها بريرة المفروض محمد الحنفي ما يخشش اصلا اي اختبار تالت ولكن انا اتغاد عن فكرة الاختبار التالت يا سيدي واحد من حكام الدوليين اللي انت قريب منه قوي وبتدي له مطشاط والنهاردة بيحكم وعلى طول معك في المطشاط جابه كده من ايده ودخل لبريرة والموضوع اتلم في قعدة والدية وبريرة قاله خلاص انا هتدي له مطشاط واللجنة ما تعرفش على فكرة يعني انبار حتى كابت الناصر عباس قالك لجنة الحكام اخر من يعلم او اخر من تعلم عن تعيينة الحنفي في مباراة بيرامتز والمولين فانا بقول لحضراتكم انا ما عنديش مشكلة مع كابت الحنفي الراجل ده تظلم سنة كاملة كان لازم يحكم من بدري ولكن انا بكلم بقى في قانونية هذه المباراة وبنتكلم قبل المطش ما يتلعب ما نعرفش مين هيخد التلات نقاط فانا بأكد لحضراتكم سواء بقى المولين اشتكى ما اشتكاش الناس سكتت ادارة المسابقات عملت نفسها مش واخد بالها عندها مشكلة تانية فسكتة اتحاد القرى مش عارف ايه اللي بيحصل والله العظيم يا جماعة مطش بيرامتز والمقولين مطش غير قانوني والمباراة دي يجب ان يتم اعادتها والمطش ده ما ينفعش يتم احتساب ثلاث نقاط لبيرامتز المباراة دي والله العظيم غير قانونية انا بحلب بوالله العظيم ليه لان عشان حكم يكتاز او يبقى عنده المعايير اللي يقدر من خلالها يدير مباريات لازم بيبقى لها شروط محددة والشروط دي مش انا اللي وضعها ولا الاتحاد المصري ولا حتى لايحة بيرام هو بينفذ اللي بيتقلم من الاتحاد الدولي مش الاتحاد الاوروبي عشان موضوع الاتحاد الاوروبي ده انا عشرحه دلوقتي لبيرام وفاكل نفسه في البرتغال فبيطبق لايحة الاتحاد الاوروبي يا فندم انت هنا في مصر في حاجة اسمها لايحة الاتحاد الدولي اللي انت لازم تعمل وارنر تيست لأي حكم ومحمد الحان في حكم دولي في 2017 وعارف الفرق بين الورنر تيست والاس دابل اس يعني فيه يعني انا عشرح دلوقتي لما صارد معاكم صورة معينة ولكن المطش ده غير قانوني يجب ان يتم اعادته فورا لان نتيجة هذه المباراة ممكن تؤثر في نتيجة بطل دوري هذا المسيب المقولين بقى اشتكى ما اشتكاش ده امر يخصه المقولين عارف التفاصيل ده مش عارفة قدنا قمنا بدورنا وقلنا لهم وقلنا هنقول نفس الدور ده اللي احنا نباراة قلناه لبيرامدز حتى لو كان المقولين كسر نحن باراة فتحنا القضية دي قبل ما نعرف مين الكسبان ومين الخسران ولكن الفيفا عشان يسمح ان اي حكم يحكم في حاجتين لازم يكتاز الكشف الطبي ولازم يكتاز اختبار اليقى البدنية اللي هو الورنر تيست اختبار اليقى البدنية تبقى لليحة الاتحاد المصر لجنة التحكيم العالية بريرا لازم يعمل الاختبار ده او لازم يعني الاختبار ده يبقى مرة او اتنين ما يبقاش تالت مرة وهو اتعاملت قبل كده مرتين فالتالتة مش موجودة معسكر السويس اللي اتعامل فيه اللي بيريرا برح بعد الحلقة طالع يرد علينا يقولك اصلا انا عملت اختبار اس دابل اس ليه محمد الحنفي طب ما عملتش ده للصباحي ليه مع الصباحي كان معافل معسكر ده لو عملت يعني بس انت ما عملتش وبعدين الاس دابل اس والورنر تيست ايه الورنر تيست ده اختبار ليقى بدانية بيبقى عبارة عن ايه لو انا استعرض الصورة اللي معنا الصورة ده اللي مش جيبة من عندي ادخل على موقع اللي فيه فهتلاقي الحاجات دي موجودة في السكشن بتاع التحكيم اختبار الورنر تيست هي اللي الصورة قدامكم على الشاشة حاكم بيجري التراك ده عشر لفات وقدامكم على شاشة انتوا شايفين اللي ستارت فين والفينش فين وما بين الستارت والفينش في جارية معينة او في مرحلة معينة بيقف وبيعمل استارت وفينش عند مرحلة تانية وستارت وفينش عند مرحلة تالتة وهكذا عشر لفات وده اللي عاملوا بيريرا الساني دي في بداية الموسم وفي شهر فبراير اثناء منافسات كاس الأوم اللي ساعتها الحنف اللي بيوفق فيها لما اتعمل الاختبار في مقر نادي النصر في مصر الجديدة اللي اتعمل في السويس بقى كان ايه دي الصورة الرسمية اللي بأكد عليها اللي ما تعملتش وبتحدى لجنة الحكام تطلع تدينا مستندات رسمية سواء وراء او صوت وصورة تثبت ان هي عملت الورنر تيست دا لان الورنر ده عشان يتعمل لازم يكون فيه سيارة اسعاف لازم يتصور لازم يتسجل هل كل ده حصل اتحدى اللجنة لو الكلام ده حصل تعالونه على صفحة اتحاد الكور اطلعوا رده في اماكن تانية انا ما عنديش مشكلة ما تردوش هنا لكن انا بأكد ان الاختبار ده عشان ما تعملش لمحمد الحنفي الحنفي ادارة المطش بيرامدز والمولين يعني ادارة غير قانونية والمطش قانونة لازم يتعاد وفوز بيرامدز فوز باطل على المولين العرب طب ايه بقى الاختبار اللي تكلم عليه بيريرا الاس دابل اس ده مش اختبار يا مستر بيريرا مش معنى اللي انت هتتكلم فاحنا نقوله حاضر وامين لا القصة مش كده الاس دابل اس ده يا فندم ده عبارة عن قياسات بدنية انت النهار ده عندك معسكر الحكام عندها تدريب قبل المحاضرة النظرية بتعمل قياسات بدنية اللي اسمها الاس دابل اس بتشوف القدرات البدنية مدى الجاهزية الكلام ده كله ده يا فندم مش معيار ان الحكم يحكم مبارا في الدوري ده مش معيار ان الحكم يحكم مبارا في الدوري فكرة بقى ان الحكم يجيه من ايده ويصالحقه على بعض احنا مش بنالعب في دورة رمضانية الدورة ده مصروف عليه ملايين ومليارات ماتشو مهم زي اللي بتلعب مبارح لازم يديره حكم مؤهل حكم مؤهل الحنف على فكرة من الحكام الكبار جدا وحكم خبره كبيرة جدا حكم لغوا بار عليه ولكن المعايير اللي تم اختيار بها محمد الحنفي تفسد مسابقة الدورة وده امر احنا مش هنقبله احنا هنا مش هنقبله لو اللجنة عندها رد صوت وصورة بتصوير الاختبار ده لو اتعامل لمحمد الحنفي لو عندها مستندات تعرضها غير كده انا بأكد تاني الماتش ده غير قانوني ويجب ان يتم اعته